يعني بعد أن نفذت إيران تهديدها بالهجوم على إسرائيل ما هو التأثير المتوقع لهذا التصعيد على مجمل الأوضاع على أساحة الإقليمية قبل قليل قد صرح وزير الخارجية الإيراني يقول أن العملية بمثابة توبيخ للكيان الإسرائيلي بما فعلته ولا نريد استهداف القواعد الأمريكية أو المصالح الأمريكية وهي بذلك أعطت الرسائل بأننا لا نريد توسعة نطاق الحرب كذلك حتى عند اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي صحيح أنه تطرق إلى جملة الرد لكن أعتقد أن الرد لن يكون عسكريا بقدر ما هو رد اقتصادي أو رد سياسي لذلك حتى الرئيس الأمريكي بايدن قد اتصل بنيتنياهو بالحرف الواحد قال لا تحاول أن تصعد وأن ترد ردا كبيرا باعتبار هذا يزعج الرئيس بايدن لديه انتخابات وهذا يعكر صفو الناخب وبالتالي سيخسر الكفير لذلك أعتقد أن العملية قد انتهت ولكن ارتداداتها لا زالت موجودة باعتبار أن الكل يترقب هل أن الإسرائيل سترود لكن كل المعطيات تقول أن إسرائيل لن ترود ردا عسكريا نعم طيب سيد نبيل عندما نتحدث عن أن هذه العملية هي بمثابة توبيخ كما ذكرت الجيش الإسرائيلي أعلن أنه أحبط الهجوم الإيراني ولم يتحدث عن أي ضربات انتقامية كما ورد في آخر التطورات يعني أن كل طرف منهما سيكتفي طهران ردت وأن إسرائيل ضربت وطهران ردت فهل سيكتفون عند هذا القدر أم أن هذا له طبعات أخرى في الأيام المقبلة هو أستاذ لكل فعل ردة فعل الفعل كان قصف القنصلية الإيرانية في دمشق هذا هو الفعل والردة الفعل كانت واضحة باعتبار أن إيران ترد لأنها لم ترد بذلك ستخسر الكثير من المؤيدين وهي كانت قبل أربع سنوات حينما كان استهداف لسليماني والشهيد المهندس هي قالت أنني سرد وردت كذلك في عين الأسل لذلك نعم هي العملية فعل وردت فعل ولا بتصوري وبتقديري المنطقة مشتعلة وأزمات واقتصاد الكل لا يحاول أن يكون هناك حربا مفتوحة وهذه الحرب ستكلف أثمانا وهذه الأثمان باهظة جدا هي كلفة يوم واحد أستاذة كلفت أكثر من مليار دولار كلفت واحد مليار دولار فقط في ليلة واحدة إذن إذا كانت هناك حربا مفتوحة أعتقد أن الاقتصاد لا يسمى حتى الاقتصاد الإسرائيلي هناك انهيار للشيقل هناك انهيار للعملة هناك انهيار للإقتصاد للسياحة هجرة عكسية كل هذا أعتقد في نظر المتطلعين بأنه يجب أن تكون نهاية لهذه الحرب لكن الرسالة المهمة أعتقد يمكن أن نتلقفها وبدأ الحديث عنها بأنه يجب أن تكون هناك هدنة يجب أن يكون هناك وقف للإطلاق النار ما معقول أكثر من ستة هشر وأكثر من 33 ألف شهيد فلسطيني إسرائيل لا زالت تتوغل وتتماهى مع الدم ولحد هذه اللحظة هناك مجازر ترتكب لذلك على العالم على المجتمع الدولي أن يضغط وخصوصا هناك متغير هذا المتغير أن السيد السوداني وصل في وقت مهم هذا الوقت أعتقد أنه سيستثمره لإيجاد حل نهائي لهذه المشكلة الكبيرة التي أزعجت الكثير وكلفت الكثير سواء للفلسطينيين الذي دفعوا أنهار من الدم وكذلك هناك انهيار للاقتصاد الإسرائيلي وهذه الحرب أصبحت هي حرب عبثية الكل يقول أن هذه الحرب عبثية لا توجد جدوى من نهاية هذه الحرب ويجب أن تكون خلال الأيام القليلة هدنة وبعد هذه الهدنة نهاية لهذه الحرب وإيجاد حل مستدام للقضية الفلسطينية اشتركوا في القناة